للأسف مع أنه انكتبت هالقصيدة من فترة وأعمال أخوان الرحباني لعلامتنا كتير انكتبت من 40 و 50 و 30 سنة وبعدنا عنا نظرة متخلفة للمختلف وهون رأخبركم حادثة كمان غيرت بحياتي لما دعاني أحد الأصدقاء على مؤسسة طعنى بذوي الإحتاجات الخاصة رحت على مؤسسة أكسوفال لأنه من خلال المسرح و هذه الدراسات حقيقية بيعززوا قدراتها الشباب والصبايا بيعززوا سيئتهم بنفسهم بيطلوا على المسرح الناس بتشوفهم بتزقفهم بيكونوا تحت الأضواء بيحسوا حالهم موجودين بحسوا حالهم فقلهم قيمة مش مهمشين بالمجتمع بنفس الوقت هذه وسيلة للتعبير عن ذاتهم ما بيكزب عليكم رحت لزيد على السيفية طبعي تجربة مسرح جديد وإز هونيك بوقع بصدقهم بوقع بمحبتهم لما فيها أي زغل علموني كتير كيف بيعيشوا اللحظة كما كنا عم نحكي كيف الماضي عندهم منسة والمستقبل ما بيعتلوا همه بيعتلوا هم اللحظة حببوني فيهم كتير وحبوني كتير بس بالمقابل شفت نظرة مهمشة لقلهم بالمجتمع لقيت أنه في نظرة فوقية لقلهم أو عدائية أو نظرة فيها شفقة أو بأحسن الحالات لمبيلات واكتشفت أنه إذا نحن مش قادرين نتقبل حدا خلقت ربه كيف بدأتقبل حدا من غير دين أو من غير طايفة أو من غير فكر أو من غير معتقد لذلك قررت أعمل فيلم غدي فيلم غدي بيحكي عن ولد عنده حاجة خاصة المجتمع ولاد الحياة مش متقابلينه بيه يلي أنا عم بلعب الدور يلي هو لابا بيعمل المستحيل ليخلي ابنه يندمج بالمجتمع وليقول للناس خاصة الأهالي اللي مش ويعين لها النعمة الأهالي اللي بيعتبروا حالهم معاقبين أنه فيه ببيتهم حدا عنده حاجة خاصة حبتها الشخصية تقول أنه أنتو مش معاقبين أنتو مختارين لينزرع ملاك ببيتكم وبيحول هالولد لملاك وبتجي الناس بتتصالح مع حالة تحت شباك هالملاك تنقلي بحياة الحي وبيندمج الولد بالحي تيقول بالآخر أنه كلنا عنا حاجات خاصة ناس حاجاته فكرية ناس حاجاته روحية ناس حاجاته عاطفية إلى آخرها ونيال هالي حاجتهم باينة متلغادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر